دعا المجلس العربي لثورات الديمقراطية في فعالية تضامنية إلى تحقيق دولي جدي في قضية اختفاء الصحفي والسياسي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية ويعرف الصحفي خاشقجي بدفاعه عن ثورات الربيع العربي واهتمامه بالملف اليمني حيث طالب المملكة السعودية بإعادة النظر في تدخل العسكري باليمن الزميل محمد عبد المغني حضر الفعالية وفن بهذا التقرير أن تكون معارضا سياسيا ليست جريمة ولكن ماذا إن لم تكن معارضا وتحمل رأيا متزنا هكذا يتساءل ويستغرب المتضامنون هنا مما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أعلنت وكالة رويترز عن مقتله في مبنى القنصلية السعودية باسطنبول وهي واقعة لا تزال ملابساتها غامضة اهتم خاشقجي بالملف اليمني كأهم ملفات المنطقة العربية تأزما وارتباطا بالمملكة السعودية ونظامها وتحدث كثيرا عن مستقبل الحرب والسلم في اليمن أيد مبدئيا التدخل العسكري للتحالف ومن ثم عارض ذلك وقال إن المملكة السعودية تحتاج إلى إعادة النظر في مشروعها باليمن وهو ما أرجعه مراقبون إلى أحد أسباب تأزم علاقته مع نظام بلاده حرب اليمن التي تكلم عنها الدكتور جمال خاشقجي وكان ناصح لهم بعدم الدخول فيها وطبعا رأينا كيف تطورت هذه الحرب إلى مجاعة ضد المدنيين ومشاكل من الكوليرا والزبح المتكرر ليس فقط للمدنيين لكن للأطفال اليمنيين التقييم الأولي للشرطة التركية بحسب ما نقلت رويترز أشار إلى أن الصحفية خاشقجي قتل بعد أيام من اختفائه داخل قنصلية بلاده فيما نفت القنصلية التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز في حواراته كان يناهض ويوافق يؤيد بعض السياسات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان ويعارض الأخرى لم يكن راديكاليا جذريا ولم يطالب بإسقاط حكم العائلة السعودية جمال خاشقجي لم يقل يوما أنه معارض للنظام في السعودية وبالتالي فعند عملية اختفاءة تمثل لغز كبير وتمثل مشكلة وأنا أعتقد أنه على السعودية أن تقدم إجابات مهمة خاصة أن شخصية جمال خاشقجي شخصية باتت عالمية تكتب في أهم الصحف العالمية عمل خاشقجي في صحف حكومية سعودية ثم مستشارا لمدير المخابرات السعودية السابق وصرح أنه يخشى على نفسه من موقفه المعارض للتدخل العسكري السعودي في اليمن ومواقفه المؤيدة للربيع العربي تنديد حقوقي دولي وعربي بعد أنباء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهي واقعة غامضة يصفها المتضامنون هنا بالخطيرة ليس على مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والرياض بل وعلى مستقبل وسلامة الصحفيين وأصحاب الرأي سواء كانوا داخل المحيط الإقليمي للمملكة أو خارجه محمد عبد المغني لقناة بلقيس اسطنبول